يوم الاثنين اندلع حريق هائل في مديرية ان الاسماعيلية في مصر واسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى امتدت السنة النيراني الى عدة طوابق في المبنى وتم ارسال قادة ومسؤولين الى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق بما في ذلك محافظ الاسماعيلية ومدير الامد لم يتم الاعلان بعد عن عدد الضحايا المحتمالين ولكن عادة ما يتواجد عناصر امن في هذا المبنى على مدار الساعة تم استدعاء عدد كبير من سيارات الاطفاء للتصدي للحريق ومحاولة احتوائه تم ايضا طلب مساعدة سيارات الاطفاء التابعة للقوات المسلحة في الاسماعيلية فور اندلاع الحريق الذي لم يتم تحديد مصدره بعد بدأت عمليات الاخلاء السريعة لافراد الشرطة والعاملين في مديرية الامن تم ايضا اخلاء عدد من المساجين الذين كانوا محتجزين في المديرية تم رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الاسماعيلية لاستقبال المصابين جراء حريق مديرية الامن شهود عيام اكدوا سقوط عدد من الجرح جراء الحريق واشروا الى وجود افراد وعناصر داخل المديرية في وقت اندلاع الحريق الضخم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة